نذب إلى اسطنبول ينضم إلينا من هناك الباحث السياسي فائق بولوت أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية سنويا يتم تمديد هذا التفويض للجيش لكن هذه المرة طلبت حكومة أردوغان التفويض للتمديد لسنتين قادمتين ما الذي استدعى ذلك برأيك؟ لماذا حتى آخر 2023؟ سبب الاستراتيجي هو تركيا تحت إدارة السلطة الحالية ما زالت مصر على تدخلات العسكرية في دول المجاورة حتى في دول أكثر منها مجاورة من أزربيجان وموفية أفغانستان والليبيا أو ما إلى ذلك علاوة على سوريا وعراق هذه النقطة الأساسية وهذه النقطة طبعا تشكل مأزقا مستقبلا بالنسبة لحكومة الحالية هذه النقطة نقطة ثانية في أشهر الأخيرة يعني معارضة تركيا بدأت قامت بمبادرة كثيرة جدا بحيث هي تعين تحدد أجندة السياسية والاقتصادية اليومية وبالتالي يعني سلطة الحالية أصبحت غير موثوقة من قبل الشارع التركي ومحشورة جدا ديبلوماسيا سياسيا خارجيا وداخليا وتريد أنه ممكن أن بهذه الواسطة تريد أن تحصل على ما فقدتها من تأييد الشعبي تقصد أنه من خلال عمليات عسكرية جديدة تحصل على تأييد شعبي يساعدها على استعادة شعبيتها هذه الحكومة لكن اسمح لي هنا في السؤال الحكومة حكومة العدالة والتنمية لديها أصوات كافية في البرلمان مع الحزب القومي حليفها لتمرير هذا التفويض العام القادم وكل عام لماذا طلبوا سنتين؟ هل هناك شك لدى الحكومة بأنه عند طلب تفويض العام القادم قد لا يكون هناك نواب مطيعين أو داخل الحكومة ربما يكون هناك انشقاقات؟ والله يبدو كذلك هناك دلائل أو إشارات كبيرة كثيرة جدا مختلفة أيضا نحن نسمع بعض الصحف تتحدث عنها وعلى بعض أحساب المعارض أيضا تشيروا إلى ذلك أنه قد تكون هناك انفصالات معايدة أو انشقاقات أو مستعين أيضا من هذه العمليات لأن في هذه المرة ما حصل هو مهم جدا هذه نقطة مهمة جدا حزب المعارض الرئيسي لأول مرة رفضه يعني تصوتها ضد هذا المشروع هذا شيء مهم جدا فهناك ثلاثة أحساب حزب يساري حزب الكردي وحزب الجمهور الشعبي فثلاثة أحساب لأول مرة يعني طبعا ممكننا نقول بالتعاون اسمح لي هنا هذه نقطة مهمة يعني المعارضة صحيح أصواتها لا تكفي لكنها أخذت موقف هناك أيضا جنرالات في الجيش التركي كانوا قبل شهر استقالوا وطلبوا تقاعد كانوا قد عملوا في سوريا وذكر بأن هناك أيضا معارضة داخل الجيش التركي لهذه العمليات في شمال سوريا ولأهدافها إلى أي درجة هذا الكلام دقيق قد تكون دقيقا ولكن يعني هناك أيضا في معلق يعني هناك معلقون يعلقون على ذلك ولكن للأسف أنه لم يعمقوا كثيرا جدا في تحليلاتهم أو تعليقهم على هذه الخلفية يعني استقالت من جنرالات قيلة ولكن خصيصا الصحف الغربية أو أجنبية هي علاقاته وكثرت يعني ممكن نقول في تعليقاتها بهذا الخصوص ولكن هذا مر مر الكرام يعني فمازال يعني ممكن الأمر هو غامضا ما زالت يعني في خلفية هذه أو تدعيات هذه استقالات فأعتقد أنه في هناك مشكلة كبيرة جدا مشكلة خلفية كبيرة جدا ولكن أنا لا أعتقد أنا لا أقول بالذات هذا هو لك ولكن قيلة كذلك قيلة كذلك كتب كذلك ولكن ليس بالتعميق يعني ولا بالدلائل المختلفة واضح أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من اسطنبول البحث السياسي فائق بلط شكرا جزيلا